موسيقى مرحب دلاتي المهندس أسامة إسكندر المسؤول عن الكنترول روم هنا بالمشروح بعد مشروحنا مع حضراتكم المراحل بتاعة الأمح إزاي بيدخل وإزاي بيتشون وإزاي وإزاي إحنا بدأنا ندخل هنا للكنترول روم وأعتقد إن هنا غرفة التحكم دي من أهم الكوانتات اللي موجودة في المشروح هنا براحب بعدك أشوف قولي بقى يعني الكنترول روم ده أهميته إيه وهل مثلا كان متبع قبل كده في صوامع الغلال وصوامع الأمح كان بيقى فيه حاجة زي كده ولا دي حاجة مستحدثة وأهميتها لا هو النظام التشغيل هنا نظام حديث أحدث من الصوامع الأديمة هنا الصوامع مميكانة بالكامل في كل مراحل تدول الأمح بدءا من نورة الاستقبال سواء نورة الاستقبال بتاعت الشاحنات أو نورة الاستقبال بتاعت الكتار عندي ساعة المشروح 90 ألف تن عندي 18 خلية التخزين بقدر أختار نورة الخلية اللي أنا بخزن منها من خلال نورة الأمح اللي جاي لي يعني بكل حاجة بتبين عندك من ساعة ما بتدخل العربيات بتبين هنا عندك في الكنترول روم سواء على اللوحة أو على الاسكادة سيستيم عندي تحكم كامل بي أل سي عندي أنظمة مساعدة للتحكم في درجة حارة الأمح وارتوبته علشان أقدر أحافظ على المخزون بتاعي عندي سيور أفقية وعندي سبع روافع في المشروع مخزون ده بيبقى مدته قد تتراوحها دي لا السوماعة تيطر تحافظ على الأمح لمدة تخزين طويلة ممكن سنة أكتر من سنة تبقى للخطة الاستراتيجية للدولة يعني من خلال درجات الحرارة ومن خلال الشاشة اللي بين عندك الرطوبة قد إيه بقدر حافظ على المدى بالضبط أي عملية محتاجة على الأمح سواء عملية تبخير أو عملية تقليب بقدر أفره له عندي حساسات درجة حرارة عندي نظام فلاتر لسحب الأتربة عندي نظام غربار لإزالة الشوايب عندي جميع التكنولوجيا العالمية الموجودة لليحفظ على المخزون كويس جدا قل لي موانس سيما انت تخصصك إيه أنا موانس ميكانيكا موانس ميكانيكا لو هنا يعني التخصص ماشي مع يعني دراسة بتاعتك انت دراست ميكانيكا أكيد مختلف ولا هو الإلكتروني برضو هنا في المشروع عن السيونة الميكانيكية وعن التشغيل في عندنا معدات بتحتك سيونة ميكانيكية في زماية اللي هي موانسين كهرباء التخصصات كلها موجودة في المشروع بقى لك تديب تشغل في المشروع في المشروع هنا بقى لي سنة بس بقى لي فترة أكبر من كده في مشروع تاني صامعة برضو صامعة هنا من المنطقة المحيطة أو من المحافظة الألوية من المحافظة الألوية برامعك ان انت تلاقي مشروع هنا أريب منك وأريب بالتخصصك أو تخصصك يعني طبعا الأول كنت شغال في خارج المحافظة بتاعتي بعيد لكن دلوقتي شغال قريب جدا من البيئة بتشوف المشروعات القومية الكبيرة دي يعني ما يعني انت شاب لسه في مقتبل حياتك ومهدس لسه بتشوق طريقك بتشوف المشروعات دي اللي انت ممكن كمان بتلاقي فرصة عمل بتشوف حجم المشروع ممكن احنا يعني كمواطنين عاديين مش فاهمين مشروع حجمه ازاي انت بتشوف المشروعات دي ازاي أو بتنقلها للناس برا ازاي اصحابك معارفك اهلك لا الدولة حديثا من سنة 2014 أو 2015 بالاخص عملت صوامع كتير جدا الصوامع ليها دور استراتيجي مهم ليها الصوامع حاجة جديدة موجودة في البلد عندنا كان الساعة التخديرية مثلا قبل سنة 2014 كانت لها تتعدى واحد واثنين من عشر مليون تن النهاردة هنبنتكلم في تلاتة ونص مليون تن يعني ده رقم كبير حق الدور الاستراتيجي للصوامع لان الامحي سرعة استراتيجية وليها دور مهمة جدا بما بتشوف يعني المخزون اللي جاي لك او حجم الامحي اللي جاي لك وحجم الاطنان الكبيرة دي الامحي ده رمز الخير معروف عند قدماء المصريين ومصر كانت مشهورة بزراعة القمحة يعني كان لها ريادة في العالم بما بتشوف انت ده وبتنقل الناس ان احنا قدريه يعني يكون عندنا لعدم الاهدار ان احنا نقلل الفاقد والهادر بتنقل الصورة دي للناس ولا الناس ممكن وتبقاش مستوعبة ان في حلول بدأت تتم بشكل حقيقي طبعا الصومع في نقطة الفاقد دي اتعملت فرق كبير كان الفاقد دلوقتي عندي هنا في المشروع 0% فعلا لكن قبل كده كان الفاقد في الشهن الترابي وفي الصومع العديمة بيوصل ل 15% فطبعا نسبة كبيرة طبعا ما شاء الله كلكم تقريبا هنا كلكم شباب يعني فرقة ان انتو برضو الشباب بتشتغلوا وانتو اللي بتقوم وانتو الامل بكرة ان شاء الله لكن انا روحيت مثلا الكبير هنا شوية في السن لكن اغلبية بيت عندك كم سنة عندي 33 سنة لكن اكبر حاجة يعني ايه لكن اغلبية المشروع كله تعيناك جديدة وشباب جديدة ماشاء الله مشروع شاب وان شاء الله ينقل مصر نقلة نوعية وان شاء الله انتو تحققونا حلم التنمية بكرة باذن الله ان شاء الله بزنينة موسيقى 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 مرحبا للموندس محمد سلام عليك سلام وانتو البركات موسيقى 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 انا سلام عليك الحمد لله تماما ايه اللي بيتم منعش عدريك احنا الخلايا التمتشير خلايا الموجودين في الموقع عندنا موجودين قدامي على لوحة التحكم دي دي خاصة بليوني تس ودرجات الحرارة الموجودة في كل خلية حضرتك الخلية دي لو فتحنا الخلية بنلاقي ان موجود في كل خلية 11 كبل كل كبل موجود فيه 9 حسات حرارة كل واحد بيطلع درجة حراب بيتجمعه بيتدوني درجة الحراب بتاعت كل خلية موجودة قدامي هنا لو درجة الحراب دي تخطط حد معين بتبتدي عندنا اتنين بلاور موجودين عند كل خلية بيشتغلوا عشان درجة الحراب تنخاف التاني للدرجة المطلوبة والدرجة اللي احنا عايزينينا المحافظة على الأقمح الموجودة عندنا في الصومة بعد كده في حضرتك الشاشة التانية الشاشة التانية دي خاصة بنظام السكادة ونظام التشغيل ده بقدر ان انا منها اشغل كما لو كنت انا واقفه قدام اللوحة اللي بتجاعة كنترول التشغيل ببتدي اشغل سواء انا عايز اشغل خزن في اي خلية او اسحب أمحة جاي من برة ببتدي اشغله من هنا كمان في موجودة عندي اتنين موازين ميزان خاص به التخزين وميزان خاص به الصرف بيدوني طبعا بيرنتات لكل حاجة كل الكمية اللي ده خلالي وكمية اللي انا بطلعها من الصومة ده بالنسبة طبعا ده بيتحلي الحفاظ على الاقمح ودرجاتها رها وبيتحلي كمان ان انا قادر اشغل النظام بتاعي من خلال شاشة الكمبيوتر بدغط الزر وانا موجود وانا اقعد على الكرسي يعني هنا يعتبر غرفة التحكم دي من اهم الاقسام اللي موجودة او هي اللي بتدير المشروع بتدير المشروع بتدير المنظومة بالكامل من اول ما الامحي بتدير يدخل على الميزان لغاية لما الانتاج بتاعتنا النورة بتدير يتسحب كل ده موجودة عندي هنا بقدر اتحكم تيه وبقدر شغله هاي حاجة غلط بقى اتبان عندك انت بتبلغ بيه السيستم عندنا هنا طبعا فيه كنترول كبير جدا موجود عليه ان انا لو فيه لقدر له اي مشكلة اي حاجة بتبتدي السيستم يوقف معايا وابتدير اشوف فين المشكلة وابتدير اعادة تصحيحها مرة تانية وبالتالي عادة تشغيل من جديد ما فيش انت تتعامل معايا طبعا انت شايف بقى ان يكون النظام ده مميكن بالشكل ده وكل حاجة بتسايف عندك على الكمبيوتر غير الطريقة او الالية القديمة بالليا بالشكل اي 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 ايرو بيحصل عندي في اي حاجة في اي ماشي موجود معايا بيظهر عندي هنا على اللوحة ببتدي هنا اتعامل معايا على الفور وسريعا بيتم عادة تشغيل تاني بدون ادنى مشكلة وده بيتحلي طبعا الحفاظ على المعدات الموجودة عندي في الموقع كلها خلي بالك انت مهم اوي بقى هنا يعني انت تقريبا يعني غرفة التحاكم دي هي من اهم الاقسام اللي ممكن يكون منها يعني نتطور او العكس اللي قدر الله فربنا اوفاك يا رب الزبط شكرا افن شكرا 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 شكرا